موسيقى مساء الخير تراجعت مرة أخرى درجات الحرارة في العاصمة عمان سجلت العظمى اليوم تقريباً 20 درجة مئوية أيضاً خلال ساعات النهار كان هناك رياح نشطة هي رياح شرقية فبالتالي زادت من الإحساس في البرودة حالياً الأجواء باردة تقريباً نسبياً 15 درجة مئوية هي درجة الحرارة أجواء كما نشاهد غائمة بشكل جزئي مع زخات محتملة للأمطار هذه الليلة ولكن في مناطق محدودة جداً وممكن أيضاً في العاصمة عمان ولكن إن كانت ستكون أمطار خفيفة للغاية وفي مناطق محدودة الرطوبة 58% سرعة الرياح نتوقع أن تكون تقريباً إلى 16 كم في الساعة والرياح غربية امتداد ساعات هذه الليل طبعاً تتراجع الحرارة أكثر 11 درجة مئوية هذه الليلة للأجواء باردة أيضاً تبقى الأجواء غائمة بشكل جزئي مع زخات من الأمطار تراجع واضح إضافي على درجات الحرارة غداً خلال ساعات النهار في العاصمة عمان العظمى تقريباً تلامس 13 درجة مئوية واحتمال أيضاً لزخات من الأمطار ولكن خلال ساعات نهار الغد هذه الأمطار من المتوقع أن تكون على شكل زخات في المناطق الشمالية وقد تصل إلى بعض المناطق الوسطى كما نشاهد رياح نشطة السرعة قد تصل إلى 37-36 كم في الساعة وهذه الرياح غربية معكم نستعرض درجات الحرارة الصغرى لهذه الليلة وأيضاً العظمى ليوم الغد أبدأ من المناطق الجنوبية في وادي رام 12 درجة مئوية العقبة 18 درجة مئوية أجواء صافية هناك في العقبة 29 وفي وادي رام غداً 23 درجة مئوية رأس النقب 6 درجات أجواء باردة بشكل لافت كذلك الحال في معان 9 درجات أجواء باردة ولكن غداً كما قلنا نشاط ملفت للرياح فبالتالي نتوقع حتى في المناطق الصحراوية أن يتدنى مستوى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأترباء الطفيلة مثلاً غداً العظمى 17 الشوبك 16 والبتراء 18 أغلب الأجواء هناك باردة ولكن بشكل نسبي الكراك وادي الموجب 13 مثلاً الكراك 8 درجات قد نتصل إلى 17 درجة مئوية أيضاً نشاط للرياح بشكل واضح خور الصافي تلامس 30 درجة مئوية الأمطار كما نشاهد هي عبارة عن زخات وعلى الأغلب ستكون في المناطق الشمالية وأيضاً المناطق الوسطى من البلاد منطقة مطار ملكة علاء الدولي مثلاً 17 درجة مئوية كما شاهدنا شرق العاصمة غرب العاصمة هذه الليلة 11 درجة مئوية احتمال لتساقط زخات من الأمطار هذه الليلة وأيضاً الاحتمال يبقى خلال ساعات نهار الغد الصلط 10 درجات مئوية غداً في الصلط تصل إلى 15 درجة مئوية وتوقع الأجواء باردة بشكل نسبي في الزرقاء العظمى تلامس 19 درجة مئوية في عجلون أجواء باردة 9 درجات فقط غداً تصل إلى 15 درجة مئوية 23 في دير علا إربد 11 درجة مئوية غداً تصل إلى 17 رأس منيف مثلاً 11 درجة مئوية هي العظمى نستمر بعرض درجات الحرارة ننتقل إلى المفرق 10 درجات هذه الليلة جرش 13 درجة مئوية وكميات من السحب أيضاً في المفرق 18 درجة وأيضاً نشاط للرياح هذه الليلة في الأزرق 13 درجة مئوية أجواء باردة بشكل نسبي غداً أجواء مغبرة بشكل واضح جداً مع 21 درجة مئوية رويش 12 درجة مئوية الصفاوي كذلك الحال غداً أيضاً أجواء مغبرة في كل من رويشد والصفاوي إذن المناطق الصحراوية غداً طرق الصحراوية غداً غبار بشكل لافت الجفر 21 درجة مئوية وأيضاً نشاط للرياح نتوقع خلال الأيام القادمة أن تستقر الأجواء الحالة التي نعيشها خلال يوم الغد الخميس هذا التراجع في درجات الحرارة وأيضاً الأمطار المتوقعة على شكل زخات ما هي إلا المقدمة لمنخفض جوي تتأثر بها المملكة ولكن هناك ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة مثلاً يوم السبت في العاصمة عمان مشمسة الأجواء وصافية وتصل إلى 22 درجة مئوية اشتركوا في القناة